برحب بكم في الدرس الثاني من كورس تعلم بلندر وتصميم 3D والنهاردة ان شاء الله هنتعرف على ازاي بقدر ان انا اتحرك جوه البرنامج واتعرف على وجهة البرنامج بشكل بسيط يلا بينا نبدأ دخليني قبل ما نبدأ اعرفك ان شركة اسوس عندها لين او خط انتاج خاص بانتاج اجهزة للمحترفين والمتخصصين في المجالات الابداعية اسمه برو ارت اي منتج من اسوس هتلاقي مكتوب عليه برو ارت يعرف ان هو بمواصفات مخصصة او موجهة لفاقة معينة الناس اللي بتشتغل ديزاين الناس اللي بتشتغل منتاج الناس اللي بتشتغل 3D علشان تناسب احتياجاتهم ومتطلباتهم علشان تشتغل كل البرامج باريحية وبقوة في نفس الوقت وبتلاقي من منتجاتهم اللابتوبات وتقدر انك تجمع البي سي الخاص بيك بينتجوا لك ماثر بورد وكرود شاشة بالتعاون مع انفيديا كورل ومبردات وكل حاجة تقدروا انكم تشوفوها في اللينك اللي انا هسيبهولكو تحت ومتنسوش تشوفو التجميع اللي انا بشرح عليها الكورس البلندر دلوقتي هسيبلكو برضو الفيديو تحت في الديسكريبشن ويلا بينا نرجع الفيديو زبطنا احنا شوية اعدلات المرة اللي فاتت فيه برنامج بلندر فاول ما هتفتح البرنامج هتظهر لك نفس الشاشة الترحيبية دي واللي بتوصلك لاكتر من خيار اللي هو الجنرال انك هتشتغل بشكل عام انك لو انت هتشتغل تودي انيميشن لو هتشتغل نحت اي حاجه من دول بس بتضغط في اي مكان فاضي بالشكل ده اول ما بتفتح برنامج بلندر في اي بروجيكت جديد او مشروع جديد بتلاقي قدامك الكيوب بتلاقي فيه الكاميرا وبتلاقي فيه اضاءة طيب ازاي بقدر ان انا اتحرك دلوقتي انا لو مسكت الماوس وبدأت ان انا احرك البوكس كده بلاقي مفيش اي حاجه بتتحرك وده اللي احنا نتعرف عليه في الفيديو النهاردة ان شاء الله بس في البداية خلونا نتكلم الاول عن السري دي هو ايه اللي انا داخل عمله في برنامج السري دي السري دي بيمر باكتر من مرحلة علشان توصل للشكل النهائي للتصميم بتاعك بتمر باكتر من مرحلة وهي اول مرحلة اسمها مرحلة المودلينج وهو ان انا ببدأ ان انا اعمل الشكل بتاعي دايما بقول ان شغل السري دي زي الطين السلصال بتقدر انك تشكل التصميم بتاعك زي ما تحب كل الامكانيات متاحة يعني من شكل الكيوب او المكعب اللي موجودة تقدر انك تطلع باي شكل انت عايزه فاول مرحلة اللي هي مرحلة المودلينج ان انا بعمل الشكل اللي انا هعمله بعد مرحلة المودلينج ببدأ ان انا البس المودلينج يعني انا دلوقتي لو عملت شخصية بعد ما بعمل المودل بتاع الشخصية ببدأ ان انا احط الخامات او الماتيريال مثلا ايه لو بعمل شخصية كاركتر ببدأ ان انا احط لون البشرة لون العين ببدأ ان انا احط اللبس اللي عليه مثلا عايز الماتيريال ايه عايزه يلبس وماشي يلبس جلد مثلا لو اللبس نضارة عايز الماتيريال بتاع النضارة دي تبقى ازاز من جوه فدي مرحلة الماتيريال بعد ما بتخلص مرحلة الماتيريال في بقى مرحلة اللايتنج او الاضاءة اللي هو ببدأ ان انا احط الاضاءة علشان انور بقى المودل اللي انا عملته بعد مرحلة الاضاءة بتبدأ انك تصدر الفيديو بتاعك ده الاسريدي البازيك جدا في بقى شوية تفاصيل تانية وهي انك بتقدر انك تحرك بقى الانيميشن فبتروح لمرحلة انك بتعمل ريج وتبدأ انك تعمل مفصلات في الجسم علشان الجسم يتحرك تبدأ انك تعمل الانيميشن كل دي مراحل بس الحاجات الاساسية اللي انت لازم تعرفها وانت غالث 3D هي الاربع مراحل اللي انا قدتلك عليهم المودلينج الخامات او الماتيريال بعد كده الاضاءة بعد كده مرحلة الريندر علشان توصل للشكل النهائي نرجع بقى لموضوعنا والبليندر ازاي بقدر ان انا اتحرك بالكاميرا لو انا ضغطت على السكرول او البكرة اللي بتكون في الماوس بالشكل ده وضغطت على الشاشة بقدر ان انا الف بالشكل ده في الانفيرومينت او في البيئة السري دي اللي موجودة قدامكو دي وبنفس السكرولة لو حركتها القدام بقدر ان انا اعمل زومين وقدر ان انا اعمل زوم اوت ولو ضغطت عليها بقدر ان انا الف بالشكل ده في الشغل السري دي بتشتغل على ثلاث محاور اللي هما بقدر ان اتحرك على محور بالشكل ده طب اعرفهم منين وانا شغال هنا في اي حتة فاضية بالشكل ده في الدايرة الرماد دي وببدأ برضو ان انا احرك بالشكل ده هل ده بس بقدر اعمله لا هتلاقي فيه هنا عندك زرار الزوم بقدر ان انا اضغط عليه وهي احرك الماوس اللي قدامه وراء بالشكل ده وانا ضغط على الزوم بقدر ان انا احرك وهنا شكل الهند بقدر ان انا احرك يمين وشمال بالشكل ده او فوق او تحت وهنا الكاميرا لما بضغط عليها بيجيبلك منظور الكاميرا اللي موجودة هنا لو رجعنا هتلاقي فيه الكاميرا اللي فوق هنا الكاميرا دي المفروض ان هي شايفة مشهد معين او شايفة الوبجيكت اللي موجود ده علشان تشوف الكاميرا شايفة ايه بتضغط على شكل الكاميرا بالشكل ده جميل يميل طيب دلوقتي لو انا حابب ان انا احرك الماشهد يمين او شمال قلنا بنروح على الهند طب اقدر اعمل ده بالشورتكات اه تقدر تضغط على الشفت ومع السكرول بتقدر انك تتحرك بالشكل ده طيب لو انتم تعود على برامج تانية زي السيلمة 4D السيلمة 4D علشان اتحرك بالكاميرا كنت بضغط على alt مع left click فازاي بقدر ان انا افعل ده هنا بتروح هنا على edit وعلى input وبروح هنا بفعل الخيار ده اللي هو emulate 3 bottom mouse ببدأ ان انا افعله كده ولما بضغط على alt وبضغط على click او left click بقدر ان انا احرك ال view board ده خيار موجود معاك وتقدر انك باللسكرول برده نفس الكلام بس انا كراجل جاي من سينما 4D فده هيبقى اسهل معايا او انا متعود على الخيار ده بشكل افضل فانت اشتغل باللي انت عايزه لو بصينا على الوجهة بشكل سريع هتلاقي عندك هنا scene collection اي حاجه بتنزلها هنا في ال view board بتاعك بتبدأ ان هي تنزلك هنا يعني نقدر نقول ان دي ال layers بتاعت 3D لما بضغط عليها double click بالشكل ده بقدر ان انا اغير مثلا ممكن اسمي المكهب ده مثلا مصطفى تقدر انك تغير اسم ال collection نفسه مثلا ايه D1 بحيث انك تقدر انك تلتب الموديلنج جوه المشايد كريك يمين بقدر ان انا اعمل new collection بحيث اقدر ان انا بقى ايه احطه جوه ايه موديلنج تاني او اقدر مثلا انا اخده كده وابدا ان انا اسحبه بالشكل ده وهكذا بتبدأ انك تلتب الشغل جوه برنامج بلندر في هنا عندي مجموعة من الخواص اللي احنا هنتكلم عليها ان شاء الله الفترة الجاية واحنا اشتغلين برامج سري دي بقى ازاي بنشرحها هي بتختلف شوية عن بقية البرامج لانها الادوات بتاعتها كتير قوي فصعب جدا وحتضيع وقت كبير جدا لو بدلنا ان احنا نشرحها في حين ان الادوات اللي انت هتحتاجها وانت شغال يعني انت تتعدى على الصوابع فبنشرح بعض الاساسيات ومنها ازاي انك بتتحرك ازاي انك بتنزل موديل وتتحكم فيه خواص الموديل او العناصر اللي انت بتنزلها وبعد كده بنبدأ ان احنا نتدرب على ورشة معينة او شغل معين نفس اللي عملته في كورس تعلم السينما فوردي ان احنا اتعلمنا بعض الاساسيات بعد كده بدلنا نعمل ورشة تصميم المسجد مع بعض فده هيبقى نفس الموضوع بس لسه لحد دوقتين ما اخترتش هنعمل ايه فخلونا نركث في الاساسيات طيب دلوقتي العنصر اللي عندي ده ازاي بدل ان انا احرك العنصر دلوقتي انا بتحرك حوالين العنصر بالشكل ده طيب لو انا حابة بحرك العنصر ده لو انا ضغطت عليه وبدأت ان انا احركه ما بيتحركش ليه بقى لو بصينا على الشمال هنا هتلاقي في عندي زي تول بار بقدر ان انا اضغط حرف T علشان اظهره او ان انا اخفيه اول خيار عندي هنا اللي هو الموف اول ما بضغط عليه بالشكل ده بلاقيه على طول ظهر لي هنا الاكسس بتاعي او المحاور بتاعتي ده محور الزد زي ما قلتلكم لو انا ضغطت عليه كده وحركت الفوق بقدر ان انا حرك الموديلينج بتاعيه لفوق على محور الزد طب تعالوا نرجع نرجع CTRL Z بالشكل ده طب لو ضغطت على الايكون اللي بعدها اللي هي الروتيت نفسه كلام اللون الاحمر اللي هو محور الاكس اللون الافضل اللي هو محور ال toy اللون الازلع اللي هو محور الزد هنا بقدر ان انا اعمل روتيت او ان انا الف الشكل اللي موجود عندي على اي محور من المحاور اللي موجودة دي نرجع تاني كونترول زد بروح على الخيار اللي بعده وهو السكيل بقدر من خلاله ان انا اكبر على محور معين يعني لو انا رحت هنا على محور الزد وبدأت ان انا اكبر بلاقي العنصر بتاعي بيبدأ ان هو يكبر من محور واحد بس طب لو انا حابب ان انا اكبره من كل المحاور يعني اكبر من ثلاث محاور مع بعض بضغط في اي مكان فاضي وببناء ان انا اسحب بالشكل ده جميل جميل طيب وانا شغال هل هشتغل بالتولز اللي موجودة دي لا هقولك التولز دي انا بس قلتها لك عشان تبقى عارف مكانها لو نسيت يعني السي بقى بقدر ان انا احرك في المحاور علشان تحرك اي عنصر جوه برنامج بلندر بتضغط حرف الجي من الكيبورد على طول بيبقى فريم معاك بالمنظر ده بقدر ان انا احرك بس الماوس مش ضغط على اي حاجة بحرك الماوس كده وفي المكان اللي انا بضغط عليه لفت كليك على طول بينزل مكانه هنا الكيو طيب تعالوا نرجع كونترول زد اضغط جي تاني لو انا ضغط رايت كليك او كليك يمين بيرجع مكانه او بيعمل اندو عن العملية اللي انا عملتها تلك الوقت او ان انا مش عايز احرك خلاص غيرت رأيي بضغط كليك يمين لو حابب ان انا ااكد او اقوله خلاص خليه هنا بضغط كليك شمال وهكذا بتبدأ انك تتعامل لو انا ضغط حرف الجي انا حابه بقى يتحرك على محور معين حابه مثلا يتحرك على محور الاكس وانا ضغط حرف الجي خلاص بضغط حرف الاكس من الكيبورد فبقى لقيه على طول بدأ انه هو يتحرك على محور الاكس طب انا غيرت رأيي عايزه يتحرك على محور الواي بضغط حرف الواي من الكيبورد بلاقيه على طول بدأ انه هو يتحرك على محور الواي وهكذا لو ضغطت محور الزد طبعا كل ده وانا بنفس الضغطة طيب حابب ان انا مثلا ايه اخليه خلاص ينزل هنا اقول اوكي خلاص سبت هنا كونترول زد بقدر ان انا ارجع تاني لمكانه الطبيعي طيب هل دي بس البرامتر اللي انا بقدر ان انا اتحكم فيها في الخواص بتاعت العنصر بتاعتها هقولك لا لو رحنا هنا على خيار الابجيكت بقدر ان انا اتحكم بها بالارقام بمعنى عندي هنا اللوكيشن والروتاشن وعندي السكيل بقدر ان انا اروح على اي محور مثلا هنا محور الـ X لو انا غيرت كده بيبدأ ان هو يغير مكان العنصر طبعا اللوكيشن هنا بغير مكان هنا بقدر ان انا اعمل دوران هنا بقدر ان انا اكبر في الحجم او اغير في السكيل طب لو رحت الروتاشن هنا على الـ X بدأت ان انا الفه كده وهنا على السكيل بقدر ان انا اكبره بالشكل لها فدلوقتي انت عندك ثلاث امانكن بتقدر انك تتحكم فيهم من العنصر اما من التول بار اللى موجود هنا او عن طريق الشورت كات او عن طريق المينو اللى موجودة هنا بادغط على شكل الخيار ده او خيار الوبجيكت وابدأ ان انا اتحكم في خيارات الترانسفور واللي موجودة دي وكل البرامتر اللى موجودة دي كلها بتقدر انك تتحكم من خلالها في شكل العنصر اللى موجود ده نعمل كونترول ان اقوله جنرال انا دلوقتي لما باجي اعمل اي مشروع جديد بلاقيه على طول مديني الشكل ده طب لو انا حابب اغير الشكل ده مثلا حاببها تبقى فاضية او حابب مثلا يحط هنا سفير يحط اي شكل مثلا حاببها تبقى فاضية فمسح كل اللي في الكوليكشن بالشكل ده وبروح على فايل على ديفولت وبقوله سيف ستارت اوب فايل بالشكل ده وبقوله اوفر ويت فلما بعمل كونترول ان واقوله جنرال دونت سيف على طول لما حاجي افتح اي مشروع جديد حيبدأ ان هو يبقى فاضي بالشكل طب لو انا مثلا تعالوا ننزل اي سفير مثلا مثلا اي انا حابب بيبقى بالشكل ده وبروح بقوله فايل اقوله ديفولت واقوله سيف ستارت اوب فايل فلما بعمل كونترول ان واقوله جنرال اقوله دونت سيف فو على طول لما هيجي تفتح اي مشروع هتلاقي السفير دي موجودة فانت اختار انت حابب الوجهة ايه انا دايما بحب الوجهة فاضي يا حب انا اللي نزل كل الابجيكت او العناصر اللي انا هشتغل عليه بس كده مش هتطول فيديو اكتر من كده النهاردة تعرفنا على ازاي بقدر ان انا احرك العناصر واتحرك جوه الوجهة بتاعت برنامج بلندر استنوا الدرس الجيد ان شاء الله في الاختام سبحان الله ومحمدك اشهد ان الا اله الا انت استغفرك واتوب اليك موسيقى موسيقى